السلام عليكم. هنتكلم على العشرة فانشنز دول. سم و افردج و برودكت و كاونت و فيلوكوب و كونكتنيت ليفت رايت لن و اف. هنبدأ بأول أربعة. عندي جدول. الجدول ده فيه أسامي أربع منتجات. وبعدين عندي المبيعات لتنة شهور. والمطلوب ان انا عايز اجيب المجموع بتاع كل شهر. في السل او في السطر اللي هو ناين. فحستخدم الفانشن اسمها سم. هستخدم سم ازاي. هدوس اكل. واكتب بأداية سم. هلاقي كل الاختيارات موجودة قدامي هنا. هلاقي سم اول واحدة. لان خاصة سم تقريبا مكتوبة كلها. ممكن اضبتكليك عليها. وبعدين اختار الرينج اللي عايزك معه. واقفل قص ودوس انتر. دي طريقة. الطريقة التانية الفانشن الوحيدة اللي ليها شورت كات هي سم. فممكن لو قفت هنا ودوست الت مع اكل. هيعملي سم لوحدة. دي الفانشن الوحيدة في الاكسل اللي ليها شورت كات. الحاجة التالتة ممكن من الهوم ريبن. هتلاقي سم موجود هنا. اوتو سم. لو دوست عليها. هتعمل لك اوتو سم. بس خد بالك بقى ممكن تبقى للجنب او لفوق. فلازم انت بالماوس تختار الرينج اللي عايز تجمعه. انتر فكده عاملك سم. بقى كده عندي اهو. ده سم. وده سم. وده سم. مفيش مشكلة. او كان ممكن ان انا اقف على اول واحدة. ودوس انتر. وبعد كده ادراج. لو عملت ادراج بالماوس. هيدراج كله مع بعضه. هيكرر نفس المعادلة. وهيكررها يعني هيمشي بالجنب. مش هيجمع نفس انت كنت جامعه في الاول. او. ممكن اسهل من كل ده. ممكن اختار كده. والت اقوال برضو شورت كات الظريف. هيعمل لي اوتو سم. طب لو عايز اجمع للجنب نفس الكلام. الت اقوال هيجمع للجنب. طب لو عايز اجمع مرة واحدة للجنب ولتحت. لو اخترت كل ده. وعملت الت اقوال هيجمعهم كلهم. واخد بالك كلهم فانشنز جوه. هتلاقي السم موجودة جوه. وبيجمع بشكل ديناميك. طب وايه فايدة الجامعة عن طريق معادلة. ان لو غيرت حاجة هنا. يعني لاتت سي مسلا. شلت الرقمين دول. اللي ايه? التوتل ستتغير. بحسن لها update. undo. عشان نرجع زي ما كنا. طيب الفانشن اللي بعد كده. كاونت. اخد بالك ان فانشن كاونت بتشتغل مع ارقام بس. يعني انت لو جوه فانشن كاونت. حاولت تعد سل موجود فيها تاكست مش هتشتغل. طب ازاي اعمل كاونت. اكل. فانشن سهلة جدا. اسمها كاونت. على قد اسمها بالزبط. ادي كل اختيار اللي فيها كلمت كاونت موجودة هنا. هي اول اختيار ليا. دابل كليك. عايز عد عدد الايه? الاربع حاجات دول او الاربع ارقام دول. فحيكتب لي اربعة. يبقى المجموع تلاتة وعشرين والعند اربعة. خد بالك انت لو عملت برضو كاونت. واخترت اول الفاليو وبعدين كاما تاني فاليو كاما تالت فاليو كاما. وعملت كده. هيعد برضو اربعة. لكن طبعا عشان هما وراء بعض. فممكن اختار كل مرة واحدة. يبقى تاني. هكتب ايكولز وبعد كده كاونت. وبعد كده اختار الرينج. وبعد كده اقفل القوس. وادوس انتر. ادي الكاونت. طب هل فيه طرق تانية عشان اكتف فانشنز اه ممكن تدوس على الاف اكس دي. الاف اكس دي هتخديك تسيرش كل الفانشنز. وممكن تبدأ تدور بقى على ايه? على كاونت. طبعا بيدي لك الام انت ممكن تقول له عايز المست اه ريسنتي يوز. الحقيقة لازت عملتها مؤخرا. هتلاقي فيهم اه سام وافريج واف. ممكن تقول له انا عايز المسلا فحتلاقي فيها الافريج وحتلاقي فيها الكاونت والكلام ده كله. وممكن كمان اه بتعمل سيرش. فممكن اقف هنا. واقول له لو سمحت انا عايز كاونت. واقول له جو. هيلاقي هي عطول كاونت. دابل كليك عليها. هيفتح لي زي ما انت شايف ويندو. هتساعدني ان انا اكتب الفانشن. فقال لي ادي انا كتبتلك الفانشن اسمها كاونت. فين فالي واحد. هروح اختار فالي واحد. وبعد كده اختار فاليو اتنين. وبعد كده اقف هنا واختار فاليو تلاتة. وهكزا. او لو انا مش عايز اعمل كده. ممكن اشيل كل دول. اشيل كل ده خالص. واختار زي ما عملنا المرة اللي فاتت. وادوس على اوكي. هتدي نفس النتيجة بالزبط. خلاص شوفنا كده تلاتة اكتب بها كاونت. احنا هنكمل على كده. هندرج وخلاص عرفنا كاونت. طيب انا عايز احسب الافريج. الافريج. لو انا عندي سم وكاونت. لو اسمتهم على بعض. هيديني الافريج. فمش محتاج ان انا اعمل فانشن اسمها افريج. فلو قفت هنا قلت له اكولز. واختارت السم ده. واسمت استخدمت علامة الاسم او الاسلاش. واسمت على اربعة. ودوست انتر. فده الافريج. ولو عايز اخد كوبي. كنترول سي ممكن. بالكيبورد. واختار الرينج اللي عايز اعمل فيه بيست. واعمل كنترول في. دي طريقة. او ممكن اعمل اندو. اندو كمان مرة. واختار نفس الكلام اختار الكورنر اللي تحت ده. العلامة او مديني البلاس دي. اعمل دراج. فهيحسب لي الافريج كمان. للجنب. طبعا الارقام دي اللي هي المربعات دي. معناها انا محتاج اوسع شوية. الايه? اوسع شوية. طيب هل فيه فانشن تحسب. افضل انا مش عايز اعمل سم. وبعد كده كاونت. وبعد كده افريج. هل فيه فانشن بتعمل افريج على طول او موجودة. واسمها نفس الاسم افريج. فاكتب اكولز واكتب افريج. وبعد كده نفس الكلام اختار الانج كله. واقفل القوس وادوس انتر. وتعال كده نشوف نفس النتيجة. نفس النتيجة بالزبط. يبقى كده شوفنا طريقتين. انا ممكن احسب الافريج عن طريق ان انا اعمل سم واكا كاونت. واسمهم على بعض. او ممكن ان انا على طول استخدم فانشن. اسمها افريج. واعمل الكلام ده مرة واحدة. طيب. فاضل حاجة كبان ممكن نشوفها هنا. اللي هي ايه? اللي هي البرودكت. طيب افرد انت محتاج تضرب اكتر من رقم في بعض. فتعال المثال اللي تحت ده. انا عندي هنا اه عملية بيع بخمس تلاف دولار. وسعر الدولار بتاعه خمسة وعشرين. والكميشن برسنت اللي بندفعها للرجل اللي بيبيع البيعة دي. تان برسنت. فانا عايز احسب الكميشن بس بالجنيه المصري. يبقى محتاج اضرب خمس تلاف في خمسة وعشرين في عشرة في المية. ويبقى دي قيمة الكميشن. ممكن هم تحت ارقام بس. فممكن ادوس على اكولز. ومش محتاج فانكشن. ممكن بس استخدم الاسترق او الملتيبليكيشن. فاختار اول واحدة هواعمل ملتيبلاي. تاني واحدة ملتيبلاي. تالت واحدة. وادوس انتر. هيديني اتناشر الف ونص. دي طريقة. او لو مش عايز تعمل كده. وعايز تضربهم مرة واحدة. وافترض ان انت عندك اكتر من متعة اربع خمس ارقام. فمش عايز تغطر كتير بالماوس. فيه فانكشن اسمها ايه? اسمها product. اول ما تعمل product هوا تختار التلاتة مع بعض. وتقفل وادوس انتر. هيحسبها لك مرة واحدة. فيبقى كده شفنا function sum. وcount. وافرج. وكمان product. دلوقتي عندي جدول شبه لفات شوية. عندي المراتي برضو جدول فيه. وعندي برضو اربع منتجات بس ما عنديش اسميهم. عندي بس الاكواد بتاعته. افطر ان انت بتبيع على مكانة كاشير او حاجة زي كده. بيطلع لك منها sales report. فالsales report ده بفيهوش description. لكن فيه الايتم. فيه الكود بتاع الايتم. وبعدين وانت بتعمل بقى sales report محتاج تجيب الايه? الاسامي. فقادي يعني عندي هوق زي ده بيسموه mapping table مثلا. او التابل اللي فيه اسامي لمنتجات. الproduct table. البيانات الاساسية بتاعت الproducts. وهنا عندي الايه? اللي فيه actual sales اللي حصلت لكل product. فانا عايز اجيب بقى الاسامي دي احطها جنب الاكواد دي. نفطر ان ده موجود في مكان وده موجود في مكان. وعايز اعمل كده. فبنستخدم حاجة اسمها فيلوكوب. طيب تعال الاول نانسرت. نعمل انسرت. ونقول هنا عايزين نحط ايه? النام جنب الكود. فهنسمي كولوم جديد ونسمي ايه? النام. هنا بقى ممكن نستخدم الفيلوكوب. الفيلوكوب هي بيسموها من من الفنكشن بتاعت الرفرنس. ان هي بتعمل من حاجة الى حاجة تانية. طيب تعال نجرب نكتب مع بعض نشوف بتشتغل ازاي. هدوس ايكولز. وبعد كده اكتب vl. vl اول اختيار. لو عملت tab او double click بالماوس تانية اهو. اول ما تلاقي مكتوبة بالازرق ممكن double click بالماوس. او لو مش عايز double click بالماوس لو عملت tab. هيكمل لك الكلمة. وهيفتح لك كمان الايه? البركت. طيب اول حاجة طالب مني ايه? طالب مني look of value. look of value يعني ايه? انا عايز الحاجة اللي هدور عليها. ادور على ايه? انا عايزه يدور على ال الف واحد اللي موجودة هنا. يبقى اختار له الف واحد اللي موجودة في ايه? في بي فور. وبعد كده اقول له ايه? كما. طيب عايز مني بعد كده table array. التابل اللي هدور جواه. فين التابل هدور جواه? اهو. هختار التابل كله. يبقى طلب مني اول حاجة ايه? طلب مني look of value. ادي تهالو. وبعد كده طلب مني table array. ادي تهالو. ايه طلب التالت حراك? طلب مني column index. يعني ايه column index? يعني هو هيروح يدور على ال الف واحد دي. في الجدول ده. لكن هيبدأ من العمود على الشمال. من ال column على الشمال. فحيلاقي الف واحد موجودة ايه? في اول line. طب لما يلاقيها يجيب لي which column من التابل ده? يجيب لي column الاولاني يعني هي هي. ولا يجيب لي column التاني. ولو كان في column الثالث او الرابع او الخامس. ممكن اطلب منه معلومة من column الثالث والرابع والخامس. وحتى ممكن نجربها مع بعض. في الحالة بتاعتني انا عايز column التاني. وبعد كده هعمل كما. هو طلب مني اربع حاجات. اخر حاجة هيطلب مني انت عايز ابروكسيبيت ماتش ولا اجزاكت ماتش? انا محتاج اجزاكت ماتش. يعني لو ما لقدش الالف واحد بالزبط. ما تجيب ليش حاجة. فهختار ايه? false. double click. واقفل. وادوس enter. فجاب لي كلمة ابل. تعالنا بسرعة ممكن نزود اي حاجة. نسميها مسلا description. وتعالى نزود اي حاجة مسلا نكتبها هنا عشان نشوف هل ممكن اجيب الحاجة التالتة ولا لا. وتعالى بسرعة كده. هنعمل منها سريع. ونكتب اي حاجة تانية. هنكتب مثلا في الابل ايز. والبانانة هنكتب بيز. والستروبري نكتب اسز. والبيتش نكتب بيز. وانتر ونشوف هل ممكن اقوله لو سمحت عايز تلاتة. في الحالة دي قبل ما اقوله انا عايز تلاتة محتاجة expand range اللي كان بيكوفر التابل. واجي هنا اقوله لو سمحت وريني رقم تلاتة. هدوس enter. يبقى جاب لي الاس. يبقى انا ممكن اقوله. ممكن اقوله انا عايز واحد او ممكن اقوله انا عايز واحد. مفيش مشكلة. يبقى جاب لي الكود نفسه. طبعا مش ميكينج سنس. يبقى انا ميكينج سنس بالنسبة لي يقوله انا عايز اتنين او تلاتة. في حالتنا عايز الايتم نيم. يبقى هقوله اتنين. تعال نكابي واحدة داون ونشوف اللي هيحصل. هو اكتشولي جاب لي اسمها مظبوط لكن بص لو عملت دابل كليك طبعا دابل كليك دي يعني اعمل ادت او لو عايز اعمل ادت برضو ممكن هيوس على اف اتنين في الحالتين بعمل ادت. شوف هو كده معلم على ايه? هو كده الجدول كان بادئ الانج اللي انا كنت مختاره كان بادئ من اللاين تلاتة وبينتهي عند اللاين سبعة. دلوقتي يعني بينتهي عند اللاين تمانية. طب لو عملت دراج مرة كمان بغض النظر ان هو جاب الرقم صح او غلط. بص كمان بايه? بيدراج داون. وطبعا دي حاجة انا مش عايزة دي بيسموها يعني كل ما اعمل كوبي الرفرنس بتاعي بيتحرك حسب السل اللي انا تحركت ديها. طب لو مش عايز الرفرنس بتاع يتحرك بنستخدم حاجة اسمها او بنسميها يعني ايه? يعني انا عايز الجدول ده اللي هو بالاحمر ده اللي هو من كيو تلاتة لكيو سبعة مش عايزه يتحرك خالص. يبقى ممكن اختاري الرفرنس بتاعه وادوس على F4. لو عملت كده اللي يحصل هيكتب دولار ساين قبل الكيو قبل الO اسف وقبل التلاتة وقبل الكيو وقبل السبعة دولار ساين دولار ساين دولار ساين دي معناها ايه? لو سمحت الرفرنس ده ما يتحركش من مكانه. كده ممكن ادوس انتر وبعد كده دابل تلك عشان تسند الدون لحد الاخر. ولو بعد كده بصيت على اخر سل هتلاقي ان الرفرنس ايه ما تحركش. طبعا في الحالة بتاعتنا ما عملتش مشكلة لكن لو انت شغال حديثة كبيرة شوية اي بليف ان هي هتعملك مشكلة. يبقى كده كده اتكلمنا على الفيليو كوب. طيب المثال التالت وهنتكلم برضو على شوية فانشنز اللي هي منها كونكاتينيت وليفت ولن وإف وكمان هنشوف رايت ومثال تاني على إف ونشوف هنعمل كل ده ازاي. الوقت ينا عندي هنا الاسامي متفرطة كل اسم موجود في ايه? في قلم. يعني هنا مستر عمر عاطف. مستر كريم عمر. مستر احمد زيزو. مستر مريم عمر. اسامي المدفقة. طب انا عايزة اجمعهم كلهم يبقوا في قلم واحد. يعني عايزة الاسم كده كله ويبقى في سال واحدة. طب اعمل الكلام ده ازاي? فيه طرق كتيرة. فخينا الاول نجرب الفونكشن اسمها كونكاتينيت. حادوس اكول. زي لازم عشان ابدأ اي فونكشن لازم اكتب اكول. وهبدأ اكتب كونكاتينيت. اكتولي كونكاتينيت ده الاسم القديم. لو خدت بالك هنا ده الاسم القديم. ولو هتلاقي الفونكشن عليها علامة صفرة كده اهي كونكاتينيت اهي. وغيروها دلوقتي عمل واحدة جديدة ساموها كونكات. ممكن تستخدم ايهم. لكن خلينا التزم بكونكاتينيت. طب كونكاتينيت عايزة مني ايه. عايزة مني تاكست. بص او الطلبات اللي بتعوزها. الفونكشن هتكون موجودة فين. موجودة. ده بيسموه سكرين تيب. فعايز مني تاكست وان. يبقى تاكست وان هيكون مين. اللي هو في بي فور. مستر. وبعد كده كاما الطلب التاني تاكستو. هيكون مين? هيكون اللي في الفلس نيم. كاما التاكست تلاتة موجود فين في اللاست نيم. وبعد كده هقفل. وهدوس ايه ايه انتر. طيب عندي مشكلة ان الاسم طلع ملزق في بعضه. طب احل المشكلة دي ازاي. ممكن اعمل ادت تاني. طبعا ادت ممكن بالفوملا بار. يعني لو رحت الفوملا بار و افت حيامل ادت. او دابل كليك جوه السل برضو هيعمل ايه ادت. طيب ادي اول تكست وان اهو. ادي الاسم. طب انا عايز سبيس بعد ما استر دي عايز سبيس. يبقى ممكن اعمل دابل كوت. و سبيس و دابل كوت. وبعد كده كاما. يبقى كاني بعمل سيباليتور في النص. وبعدين عايز اعمل واحدة كمان. بعد ال سي فور. هروح اعمل برضو دابل كوت. و سبيس و دابل كوت. و كما. وادوس انتر. فكده الاسم جالك بالسبيس. ولو عملت دابل كليك. هتلاقيها عمل في الموضوع كله. دلوقتي انا عايز اعرف الاسامي اللي عندي على الشمال دي. ازا كانت ميل ولا فيه ميل. مفيش حاجة تقولي من الاكسل الا التهت حروف اللي في الاول دول. تخد بالك انا كاتب مكتوب مستر وراها ام ار وراها دوت. وبعدين هنا ميسز ام ار اس وراها دوت. فمعنى كده ان انا ممكن اعرف از ا كان عندي 3 حروف. معنى كده دا ما ولو عندي 4 حروف. معنى كده دا ايه؟ في في ميل. لذا ازاي اعرف انا عندي 3 حروف و 4 حروف. هول للاحسل ازاي انت عندي 8 حروف و 4 حروف? دا من س��جي دور ايه? سيجي دور لان. ممكن تقول لي لان دي اختصار لانث. فممكن قديها تاكست وتقوللي طول تاكست دا تاديه. طب اعمل لان ازاي? هاقول اكوال. وكتب L-E-N. وبعد كده اخترتها وعملت تاب زي ما انت شايف او ممكن اكتبها للاخر اللي رياحك وهرجع اختار البي فور وادوس انتر فاكتب لي تلاتة ولو عملت درج لغاية الاخر هيبقى عندي كلهم تلاتة معادة اخر واحدة مكتوب فيها ايه مكتوب فيها اربعة طيب انا عرفت ان انا عندي هنا التايتل تلاتة تايتل تلاتة تايتل 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 اربعة طيب افرد انا عايز اكستراكت من الاسم الكونكاتينيت افتدر انا عندي اول تلاتة وعايز اطلع من الاسم الكونكاتينيتد ده عايز اطلع منه التايتل وانعرف التايتل الاوليين تلاتة 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 اربعة يبقى ممكن استخدم فونكشن ايه ممكن استخدم فونكشن ليفت يبقى اقول له اكتب ليفت وليفت هيتطلب مني تاكست ادي تاكست اهو اللي هو الوقت بقى كونكاتينيتد من التلاتة اسامي مع بعض او التلاتة التايتل والاثنين اسم مع بعض وبعد كده كما وعايز مني number of characters كأنه بيقول لي انا حاجب لك من الشمال مجموعة من الحروف بس لو سمحت قولي انت عايز كم حرف طب انا عايز كم حرف بالنسبة للاسم الاول عايز ثلاث حروف وهدوس enter طيب دلوقتي انا عندي معلومة اذا كان ثلاثة او اربعة يبقى انا كمان ممكن اخلي اكسل يحدد لي اذا كان ده ميل ولا في ميل طب هعمل كده ازاي هستخدم فونكشن اسمها اف طب ايه الاف دي الاف دي بتعمل تست بتقارن حاجة بحاجة لو لقيت الكون ده متحقق او الكون ده بتعمل اكشن لو الكون ده فولس ممكن تخليها تعمل اكشن تاني طب ازاي نعمل كده هندوس equal ونكتب اف اللوجيكال تست اللوجيكال تست عايز اعمل ايه يبقى ده الكون دي انا عايز اعمل ايه تست عايز اشوفه true ولا false يبقى حقول لو سمحت دور على جي ثري وقل له هل دي equals to 3 ولا لأ طب لو هي equals 3 عايزك لو سمحت تكتبلي كلمة ميل يعني معنى كده انه اذا الكون ده true معنى كده انه التايتل بتاعت حروف معنى كده انا بتكلم على شخص ميل طب لو الكون ده false يعني g4 لا تساوي 3 يبقى غريبا انا بتكلم على female double code مرة كمان عشان حكتب text طب لو ما حكتب text خد بالك احنا هنا قلنا equals 3 مفيش مشكلة ليه كتبناها بادينا ليه لانها numeric لكن لو حكتب text لازم احطه جوة double code يبقى double code وهكتب فيه ميل واقفل double code واقفل القوس بتاع الف وادوس انتر هيكتب لي ميل لو بعدتها لغاية الاخر يبقى كلهم ميل مع عادة اخر واحد فيه ميل طيب تعالى نبصي تحت انا عندي هنا مجموعة من الويب سايت عندي google.com gc.edu yahoo.com egypt.gov طب انا الوقت ممكن استخدم حاجة من text functions مثل write علشان اجيب الاكستنشن او اخد ثلاث حروف من الويب سايت يعني عايز اعفضل .com ولا .edu ولا .a.gov يبقى هعمل ايه زي left بالزبط equals وهكتب write وهاختار السل اللي فيها الويب سايت اللي هي في الحالة بتاعتنا بي 13 وبعد كده كما وي number of characters انا عايز اخد ثلاثة بس في حكتب ثلاثة وهدوس enter يبقى عندي هنا كم لو عملت اه double click عشان اه ابعت المعادة لغاية اخر سل هيكتب edu edu.com.gov طب هل انا ممكن احدد بقى ازا كان ده اه university ولا government ولا ده commercial website اه ممكن احدد كده برضو باستخدام الف لكن في الحالة دي هيبقى عندي اتنين اف مش اف واحدة لاني عندي ثلاثة حالات حالة commercial وحالة educational او university وعندي حالة ايه government طب هنعمل كده ازاي نفس الكلام هكتب اف وهاختار ال logical test هاختار نفس الكلام ال c13 اللي فيها مسلا نبدأ باول واحدة اللي اسمها com وهاسأله هل انتي تساوي كلمة com خد بالك انا بكتب اي تكست لازم اكتبه جوا دابل كوت فحقول له هل انت يساوي التعادة حروف اللي اسمهم com لو كانت الاجابة yes يبقى اهو اول حاجة logical test عملنا logical test تاني طلب طلبه مننا ال value if true اعمل ايه لو ال value true اكتب لي انت لو سمحت commercial website طيب لو ال value if false لو ما تلعتش com لو طلعت com خلاص هيكتب commercial website الحمدلله وكده كله تمام لو طلعت false يبقى عندي احتمالين تانين طالما عندي احتمالين يبقى محتاج اف كمان يبقى حقول له اف وهنعمل logical test تاني هنرجع نتست نفس السل مرة تانية وحقول له المرة دي هل انت يساوي الاحتمال التاني اللي هو idu طب ازا هو يساوي idu نعمل ايه هنكتب ان انت حضرتك univeristy وبعد كده نعمل كمى طب لو هي مش بتساوي com فاول condition ومش بتساوي idu الكوندشن التاني يبقى هي اكيد بتساوي الاحتمال التالت اللي هي gov يبقى ممكن بعد كده اعمل double code واكتب government وبعد كده نقفل القوس بتاع اف الاولانية اخد بالك انا كنت اعمل اثنين اف وبعد كده قوس بتاع اف الكبيرة وادوس enter يبقى تعالى نشوف كده اداني اول واحدة ايدو كوميرشل وابعتها الاخر الادو اداها university والكم اداها commercial والجوف اداها government يبقى حين كده شفنا استخدام الاف جوه اف وشفنا right ولفت وشفنا lin وشفنا concatenate